بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وحتى يرضى وإذا رجعوا مع بعد الرضا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته وصحبه وأزوجه والتابعين ومن تبع سنته بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم أما ثم بعد أهلا بحضراتكم في محاضرة جديدة من محاضرات تبسيط العلوم وبنأكد على كلمة تبسيط العلوم بنتكلم النهاردة عن تكاثر أحد الفيروسات وهو الفيروس الذي يتطفل على البكتيريا بيعرف بالبكتيريوفاج أو باللقم البكتيري والحقيقة أنه يتم هذا التكاثر إما بيكون الليتك سايكل أو الليسوجينك سايكل أو الترانس داكشن وحنشوف الفرق بينهم ومعناهم إيه لأي تحللية الليسوجينك ممكن نستعبيرها المستذيبة المندمجة يعني المعتادلة حنسميها زي ما حنسميها ثم عملية النقل فنشوف مع بعض الدورة الأولى وقبل ما نبدأ فيها بنتكلم على تركيب سريع للبكتيريوفاج بنأكد هنا المعلومات اللي احنا المفروضة عرفينها بنأكد إن فيه الهد أو الرأس بتكون موجودة لما بنعمل قطع فيها كده عشان نشوف إيه الليه جوه ده بنلاقي مادة الوراسة اللي هي D&A بنلاقي هنا القدر مش مكتوبة اللي هي العنق وبنلاقي هنا التيل أو الديل وبهدأ اعضار عن الشيث أو الغمض بيبقى عامل زي الكويل أو الملف اللي ممكن ينضغط بنلاقي الألياف اللي موجودة هنا بنلاقي كمان الابين أو يعني حاجة عاملة زي الدبوس أو اللي بيسموها اللي هي الأجزاء المدببة يعني أجزاء مدببة بتكون موهدة وحن يعرف قولي دي وظيفتها إيه دول كلهم شابكين في القاعدة اللي هنا اللي هي البيز بليت اللي موجودة هنا الصورة العليمين دي عبارة عن الترانسيميشن إلكترو ميكروسكوب المكتروب المجهر الإلكتروني المقطاعي عشان يبين دي صورة حقيقية للفيروس نفسه فعلا وهو بيهاجم الخلية ودي مادة الوراثة بتاعته طيب ننتقل بعد كده للشريحة اللي بعد كده اللي هي بنتكلم فيها على أول نوع اللي هو الخاص باللايتك سايكل في الليتك سايكل بنلاقي بتمره بخمس مراحل اللي هو التشمينت أو الالتساق البنتريشن أو الاختراق اللي هو التصنيع النطق ثم اللي سيز التحلل بنتكلم على الخطة الأوانية بيبتدي يستقر البكتيريوفاج أو الفيروس على خلية البكتيريا في مناطق محددة زي ما هنشوف في الفيديو الحقيقة الدورة دي بتبقى خاصة بالفيروس الفيرولانت فاك أو العنيف عنيف لأنه حيؤدي في الآخر للتحلل هذه الخلية بيثبت في مكان محدد ثم يبتدي الكويل اللي احنا قلنا عليه أو الشيس أو الغمد ده بينضغط عشان يحقن مادة الوراثة بتاعته فور إن مادة الوراثة دي بتبقى داخل الخلية بتبتدي التحكم في كل مكونات الخلية دي ما فيها مادة وراثة الخلية البكتيرية خلاص دي في عميلة البنتريشن ثم يحصل بعد كده عميلة البيوثينس تصنيع مكونات الفيروس من أول الرأس كل حاجة ويبتضاعف مادة وراثة الفيروس بعد كده بتتم عميلة الماتيوريشن بيخصط بيها اللي هو عميلة التركيب عشان يبقى في الصورة النهائية بتاعته أول ما بتكون هذا الأمر بالشكل ده يعني عندما يكتمل النمو وعميلة الماتيوريشن اللي هي النطج بيكون الخلية خلاص انتهت كده فبيتدي عميلة تحلل أو انفجار للخلية وبتنطلق الفيروسات عشان تصيب وتعيد دورة الحياة وتصيب خلايا جديدة من الخلايا البكتيرية مرة تانية ده النوع الأولاني أو الدورة النوع الأولاني النوع التاني بنلاقي اللي هي الحاجة بتحصل في اللي هو المعتدل مش عنيف قوي لأن هنا الفيروس حيحصل نفس الخطوات اللي فاتت وحيحصل بنتريشن أو اختراق أو حقن لمادة ورسته لكن هنا مش حيسبب في تحلل الخلية ولكن حيندمج يحصل أو becomes incorporated into the host genome بيبتدي يندمج الجينوم أو مادة الورسة أو D&A الخاصة بالفيروس مع D&A خاصة بالبكتيريا ولغاية هنا ما بيحصلش أي شيء يعني الخلية كأنها ما فيش أي فيها مشكلة خالص وتبتدي تتضاعف بشكل عادي جدا القسام سوناي وتضاعف معها مادة ورسته الفيروس الحقيقة في الخطوة هنا بيحصل بقى أن فيه trigger أو محفز أو منشط أي أن كان أو بنسميها environmental stressors محفزات بيئية ممكن تكون حرارة زيادة ممكن تكون حرارة زيادة ممكن تكون حرارة زيادة أو مجاعة نقصة في الطعام حرارة زيادة ملوحة زيادة المهم أي أن كان هذا المؤثر بيكون من نتيجته انفصال عميدة اكسيشن قصة أو انفصال فأول ما بينفصل ما بيجعش بقي اندمك تاني لا خلاص من أول هنا هيتحول اللي هي اللي هي المعتادلة هيتحول للشكل الأولين اللي نحن شفناه اللي هو العنيف أو الفيروس هيبتدي بقي يكسر محتوىات الخلية طالما ما انفصل عنها عن مادة ورستها هيبتدي يكسر كل مكوناتها ويحصل زي ما حصل في الدورة الأولية يكون مكوناته ثم عميدة الماتيوريشن دي أكيناها دي عملي هنا يحصل يحصل بكنترول خلاص هنا يبتدي لأن بنتريشن حصل في الأول يبتدي يحصل البايوثينس ثم وهنا يحصل عملية في النهاية وبتنتهي القطوة بتاعتنا لو جينا نقارن ما بين اللي اتنين نبص كده دي خلاص احنا تكلمنا عنها ده النوع التالت بقى اللي هو عملية اللي هو عملية النال بيحصل على خمس خطوات اللي هي التكامل اللي هي هنا بيحصل التكامل وبنتريشن حضرتهم في جملة واحدة أو في حاجة واحدة هنا حصل التكامل أو انهو اندمج وبعدين حصل اكستشن قصة أو انفصال ثم حصل هنا تصنيع زي ما هنشوف ده هنا أخدهم خطوة خطوة اللي يحصل الأول بيلتصق بخلية البكترية ثم يحقن مادته الوراسية بتندمج داخل الخلية البكترية الحقيقة الغاية هنا ده يشبه شوية الليسوجينيك لكن الحقيقة بمجرد فترة قصيرة جدا ويبتدي يحصل يحصل قص يعني انفصال لي أو قص لي الDNA بتاع الفيروس وبياخد معاه جزء من هنا يعني لو كبرنا كده شوية الDNA هو بياخد طبعا ده مفترض ملتحم معاه كأنهم قطعة واحدة فالمفترض اللي بيحصل فالمفترض ان الخلية بتاعة الفيروس ده بعد ما كانت معدلة ما بقاتش فيروس لوحدها بقى في جزء منها من DNA بتاع الخلية البكترية بتبتدي تتضاعف وتعمل فيروسات كثيرة اللي هي عملية بتاعة التصنيع خلاص وبعدين اللي يحصل خلاص هنا حيضمر الخلية دي بيحصل انها خلاص بتتضمر وبتتكون فيروسات فيها مادة وراسة معدلة يعني فيها جزء من بتاع البكترية بيروح يحق خلايا جديدة مرة تانية ويحط لها الجزء ده اهو لو انتوا بسطوا كده هتلاقوا الدات دي ان المعدل الجزء الازرق ده الخاص بالفيروس والجزء ده اللي كان نخذه من خلية البكترية الاولى اهو نروح مع بعض هنا كده اهو نكبر تاني ادي الجزء ده لما بيدخل جوه الخلية بقى هما الاتنين بيروح مرة تانية بيحصل ريكم بينيشر او اعادة التركيب مرة تانية وتبطي تتكسر الخلية البكترية دي لغاية البعض كده ما ينفصل عنها الى اخر طبعا منكون نتيجة وجود الجزء ده اللي هو الاحمر ده لما بيخش على خلية البكترية بيكسبها صفات جديدة اللي هي جاية منين من الصفات الخلية الاوانية وكأن وكأن بنكرر مرة تانية حصل تكسر جنسي ما هو عبرها عن تبادل مادة وراسة فحصل جزء من مادة الوراسة اللي بتاعت الخلية اللي هي السلالة دي او النوع ده راح للخلية وقادي عملية النقل طيب بنروح بعد كده بنشوف قرنة ما بين اول نوعين احنا قلناهم لكن هنا لما نحطهم قصات بعض بتبقى الحكاية سهلة خالص يبقى حصل هنا التشمينت ثم حصل الالتصاق اختراق البيو أو التصنيع وبعدين التحل هنا لا حصل الالتصاق والبنتريشن حصل تكامل أو دكر جوه هنا حصل بس لفيروس لوحده لا حصل لخلايا البكتيريا بما فيها مادة وراثة الفيروس ثم يحصل هنا اي مؤثر او عامل او مؤثرات بيئية تقدر الى انفصل مرة تانية اول ما انفصل يبتدي من اول هنا يحصل زي اللي فوق هنا اهو بصوا التلات خطوات هما نفس التلات خطوات اللي في الاخر فيبتدي يحصل برضو تصنيع ثم نضج ثم وتحلل نشوف الخلية اللي بعد كده بنتكلم ان بعض الكتب والمراجع هتلاقوا ممكن حاطتهم الاتنين فده برا واحدة بنبدأ من هنا من علي اثار اللي هي عملة الالتصاق ثم الاختراق ثم يبتدي يتحكم في كل خلايا محتويات الخلية فيبتدي يصنع محتوياته هو اللي هي عملة او التصنيع طبعا هنا سميناها اثنين ثلاثة ايه ثلاثة ايه ليه عشان فيه ثلاثة بي لاننا عنده اختيار اما لو ده عنيف هيمشي في الدورة دي ويحللها ويكمل اللي هي التحللية اما اذا كان ده معتدل فيبتدي يحصل الانتجريشن يخش جوه او يتكامل الهو البروفاج ده ويخش معها ويندمج معها دي ان ايه خاص بالبكتيريا وبتستمر انقسامة البكتيريا عادي خالص لغاية لما احنا قلنا بيحصل هنا ايه او المحفظ او المنشط او او تحفيز ايا كان بيؤدي الانفصال مرة تانية فيتحول الى الشكل ده ويروح لليتك مرة تانية يبقى دي الليتك ودي الليسوجينيك ساكل طب نشوف مع بعض الكلام ده فيديوهات اهو بنلاقي ايه بنلاقي ان هنا بنلاقي ايه اللي بيحصل بنلاقي ان الخلية اللي فيروس اهو بيلتسق في اماكن محددة هنا على مين على سطح الخلية البكتيريا دي الاماكن اللي ممكن يستقر فيها ويحصل حق نهو شفو انضغط ازاي عشان يحقن مادة الوراثة بتاعته داخل مين يبقى مادة الوراثة الفيروس اللي وديه ان ايه هيبقى داخل جوه مين الخلية البكتيريا اول ما بيدخل لو كان دي اللي تيك سايكل اللي بيتضاعف ويستغل مكونات الخلية عشان يصنع مكوناته ويبتدي يحصل عملية تصنيع وبعدين يحصل نطج نطج يعني استكمال نمو الفيروسات زي ما هنشوف دلوقتي دي المكونات والتصنيع وكسر خلاص الDNA بتاع البكتيريا وانما قد تراصل البكتيريا اللي هو العائل بتاعه ثم يبتدي عنية التركيب عشان يتكمل فيروسات كاملة وبتتحلل الخلية وبكده بتكون انكتملة تدورة الحياة يعني بدأنا فيروس وابتدأ ينطلق مرة تانية طيب نشوف بقى الكلام ده لو كان هيحصل فيه دورة اللي هي المعتدل لما يكون الفيروس مش هيضم الخلية بصورة مباشرة ايه اللي هيحصل هنشوف حالا دلوقتي اهو بيبتدي ايضا الفيروس برضو خلاص احنا خطو عنية مش هنعطها تاني الفيروس هنا مش هيكسب مكون الخلية لكن حصل او انكربوريشن وحيندمج مع مادة وراثة مين الخلية البكترية دي اللي بيسموها اللايسوجينيك سايفل المعتدلة وتبديد الخلية البكترية هتكمل نموها عادي خالص ثم يحصل انقسام ثنائل الفيروس وتجيني الخلايا عشر عشرات الخلايا وهكذا بما فيها مادة الفيروس لما هيحصل مؤثر محايدة او هنشوف الخلية دي لو حصل المؤثر بعد يبقى الالف خلية ولا الميت خلية ولا الخلية اللي هي تكونت وكل واحدة فيهم فيها مادة راثة البكترية هنشوف لما هيحصل مؤثر دلوقتي اللي هيحصل كل خلية منهم يبتدي ينفصل مادة راثة البيروس عن الدي ان اي بتاع الخلية البكترية واول ما انفصل عنها خلاص بقى يتحول من هيروح يعمل زي ما عمل اللي فات اللي هو الليتك يبقى عنيف يبتدي يكسر كل المكونات الخلية وتتحول الى الدورة التانية اللي هي الليتك سايكل اللي هي التحلل يبقى دي هنسميها مستذيبة مندمجة سموها زي ما تسموها المهم احنا فهمنا المعنى بتاع حياة يحصل في الفيروسات المعتدي لها هنشوف الخطوات اللي اقولتها مع بعض الوقت بيحصل او تحفيز لانفصاله ثم يتكاثر ويبقى عنيف يكسر المواد كلها ويتحكم في الخلية ثم يحصل التصنيع والنطج ثم بتنتهي الدورة بتاعكم طب نشوف الكلام ده لو في فيديو حقيقي لخلية اهو بصوا ايه اللي بيحصل اه اندمج اهو وعمل زي اكنه حقا المادة الوراسة بتاعته فعلا نزلت فعلا مادة الوراسة لما بتخش جوه بقى يبتدي الدر يبصوم البنفسي يبتدي يقرأ الDNA يبتدي يقرأ ويحول الخلية الى خلاص مستعق انها تكونت كل مكوناتها تحولت لفيروسات وكده بنكون كم مننا دورة الحياة وشوفناها باكتر سواء الانيميشن او شوفناها عن طريق الفيديو شكرا ان كنت احسنت فمن الله وان كنت اسأت او اقطأت فمن نفسي ارجو المعذر اذا كان فيه اي تقصير وبالتوفيق للجميع ان شاء الله شكرا جزيلا وانظل تقي على فيديو جديد في فيديو جديد باذن الله اترككم في رعاية الله وامانه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته